تحمل أم نور حفيدتها لمحكمة الأسرة لمتابعة قضية كريمتها التي تسعى للطلاق من زوجها بعد سنوات قليلة من الزواج وفي نفس المحكمة يأتي الحاج أحمد الذي رفعت عليه زوجته قضية خلع بعد زواج دام لربع قرن هذه هي مجرد نماذج لزيادة معدلات التلاق في مصر فوفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فقد تم توثيق أكثر من ربع مليون حالة تلاق في العام الماضي بنسبة جاوزت الأربعة عشر في المائة من العام الذي سبقه والشريحة الأكبر هي في الفئات العمرية التي تتراوح أعمارها ما بين الثلاثين والخمسة وثلاثين عاما كان زمان كان نسبة الطلاق بتزيد عشان الشواء وبتاعه إنما في الوضع الحالي يعني السكن كتير وإنما الوضع الحالي في الطلاق يعني أغلبيته الحالة الاقتصادية بتاعة البلد متابعون يرون أن الأجيال الجديدة تلجأ للطلاق السريع بسبب عدم إدراكهم لفكرة المشاركة وتحمل المسئولية الأزمة الحقيقية هي فكرة تأهيل المقبلين على الزواج إيه هو الزواج؟ الكشف الحقيقي النفسي والطبي المشاكل الممكن يقول له علاقة بفكرة أنه هو مش فاهم يعني يكون شركة حياته أو هي مش فاهم يعني مؤسسة زواج الدراسة أثبتت أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد السكان إلا أن نسبة الزواج زادت بنسبة نصف في المئة فقط عن العام السابق الشارع المصري انقسمت آراءه حول تفسير أسباب زيادة نسب الطلاق في الفترة الأخيرة عدم الاستقرار أن كل إنسان طبعا عايز يوصل بسرعة أنه محدش قدر يتحمل ظروف الثاني الصراع على المادة قلت الشغل مع الناس والكلام ده كلهم الحملة تقلع الرجل والله أنا شايفة أن النسب الطلاق زادت بعدم التفاهم بين الاثنين إما الزوج ما بيشتغلش إما الزوج عايز يتجاوز ثاني وثالث ورابة وأيا كانت أسباب الطلاق وسواء كان بالطراضي أو عن طريق المحاكم فإن كثيرين يحذرون من تبعاتها مؤكدين أن من يدفع ثمنها هم الأطفال الذين سوف ينشأون في بيئة غير مستقرة أحمد عثمان العربية القاهرة